نهاية كل شهر يتدافع نواب الشعب عند بابي بناية صغيرة تقع بالقرب من مقر البرلمان ليتسارعوا في استلام رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية لكنهم لم يعلموا أن شهر آب يحمل لهم مفاجأة استقطاع خمسة ملايين دينار شهريا من رواتبهم فالنائب يستلم بحدود 11 مليون تقريبا بعد استقطاع التوقفات التقاعدية والضريبة في هذه الشهر استلم النواب 7 ملايين وتسعمية هذا الراتب الذي استلمه بصورة فعالية النواب هذا الشهر بعض الأشخاص يحسبون رواتب الحمايات عن النواب فيقولون أنه عنده 30 حماية إذا الحماية مثلا يستلم 900 ألف فيضربون 900 فيه 30 ثم يضيفونها لهذا الرقم اللي هو 12 900 فيطلع تقريبا رقم 40 مليون الاستقطاعات لم تقف عند هذا الحد إذ ستخفض حزمة الإصلاحات حمايات الرئاسات الثلاث إلى ما نسبته 90% وستصل حماية النائب الواحد إلى ثلاثة أشخاص والوزير إلى خمسة أشخاص حسب ما تم قراره بأن هناك تخفيض للحمايات 90% فبالتالي أعتقد في حالة التخفيض كنواب سوف يكون لنا لكل نائب ثلاثة من شخصيات حماية فقط الوزراء هم نفس الحالة يعني المفروض أن يكون لهم ثلاثة على أعتقد هناك سوف يكون لهم خمسة أشخاص حماية لكن قبل الشروع في الموضوع تبحث الحكومة عن إيجاد آلية مناسبة لمعالجة وضع حمايات المسؤولين الذين يعملون بصفة عقد حكومة تفكر في موضوع كيفية إيجاد أماكن لبعض الحمايات قبل محاولة تخفيض عددهم باعتبار أن هؤلاء إذا تم إخراجهم أو الاستغناء عن خدماتهم سوف يصبحون عاطل العمل مما يؤدي إلى زيادة عدد العاطلين وزيادة البطالة وهذا فالت مشكلة ويبدو أن حزمة الإصلاحات الحكومية تسير بخطة بطيئة بسبب اعتراضات الكتن السياسية عليها لكنها بدت تطبق على أرض الواقع على أمل أن تكون قادرة لامتصاص غضب الشارع من بغداد محمد صباح المدى